في رد انتقامي روسيا تطرد موظفا في سفارة النمسا وموسكو وتعد بالمزيد طبعا يمكن احنا اتكلمنا برضو هنا عندنا في انفو جراد عن مدى عملية الاشتباك الدبلوماسي اللي موجود بين النمسا وروسيا اللي هو اخر مرة نمسا قامت بطرد اربع اشخاص اربع دبلوماسيين شخصيا دبلوماسيين يعني مرة كان فيه اربعة وفي الاخير كان فيه اتنين دبلوماسيين واللي قامت على اثره يعني روسيا بطرد دبلوماسي والدول مهلة قالوا له الغاية يوم 18 أبريل لازم يغادر موسكو وموسكو بتتوعد بالمزيد قرأتك لموضوع التصعيد اللي موجود بين روسيا هل ده في صالح الدولتين ام ان هناك لابد ان يكون هناك فعلا سلام حقيقي مع اوروبا بشكل عام ومع النمسا بشكل خاص يعني استاذ مدوح احنا هذا الخبر بدنا نحاول نقول ما هو التوقيت الذي جاء به التوقيت الذي جاء به هو فعليا عاقبة زيارة زيارة المستشار النمساوي كارل ني هامر الى فرنسا لمقابلة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وقال المستشار النمساوي هناك في باريس في قصر الاليزي انه يجب ان تكون روسيا جزء من الحل يجب ان تبدأ مفاوضات سلام حقيقية بين الجانب الاوكراني والجانب الروسي ويجب سماع الجانب الروسي هو قال دا حرفيا لا يتوقع سلام في روسيا بدون بوتن في اوكرانيا بدون بوتن بالضبط بدون بوتن شخصيا وبعد عودة المستشار النمساوي اكد مرة اخرى انه يجب ان يكون هنا في اعتقد في لقاء مع الليوموند الفرنسية اعتقد يمكن اشار انه فعليا يجب ان يكون هناك فعليا السلام بحضور بوتن فجاء الرد ان الروسي فطردت هذا او اعلنت ان مسؤول في السفارة النمساوية في موسكو انه غير مرغوب به ويجب ان يغادل على الرغم من مطالبة اليكزندر شالينبيرك وتصريحاته اكثر من مرة ان يجب ان يكون هناك تقارب مع روسيا بالضبط فعلى ما يبدو ان هذه رسالة للنمسا لن نرضى او لن نقبل حتى بموادرة النمسا حتى لو كانت تتحدث بدبلوماسية وبسياسة عالية انه يجب فعليا على ان تكون روسيا هي جزء من الحلوة يجب التحاور معها والابتعاد عن نظام العقوبات ولاحظ انت هذه التصريحات يعني بعد ان قام بوتين بقتل نفالني قبل 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 اعتقد شهر من الان او شهر يعني فبالتالي انتهى يعني قسط انتهت والنمسا يعني صراحة تتجاوز كل مسائل حقوق الانسان والانتهاكات التي تحصل بروسيا تجاه المعارضين للنظام البوتيني وتقول لك انه يجب الحوار معه الحوار على ماذا ما هي معالم هذا الحوار لا احد يعرفها الا سيدة الكسندر شالنبيرغ وزيئة الخارجية والمستشار نيهامر